هذا توصع في أضوية البريكس بمسابة توسيع لمنصة تعاون الجنوب الجنوب كما أنه أمر يعتبر تعزيزا للقوة للحفاظ على السلام وتوسيع جبهة العدلة العالمية فاطلا عن كونه معلما هما آخر في وحدة وتعاون البلدان النامية فيما يتعلق بالعلاقات الصينية المصرية قال السفير ليو إن مصر باعتبارها أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الصين الشعبية صارت جنبا إلى جنب مع الصين لمدة 67 عاما كما تعد مصر مؤيدا قويا لمبادرة الحزام والطريق وتحت قيادة رئيسي البلدين تم دمج مبادرة الحزام والطريق بشكل عميق مع رؤية مصر 2030 وتم تحقيق نتائج مثمرة تم بناء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة المصرية بواسطة شركات صينية في الصحراء كما خلقت منطقة تيدا لتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر بالسويس فرص عمل مباشر لأكثر من 5000 شخصين ووفر القطار الكهربائي الخفيف في مدينة العاشر من رمضان راحة السفر لملايين السكان ويمكن لمشروع محطة حويات أبو قير توفير أكثر من 2000 فرصة عمل محلية مباشرة خلال فترة البناء فيما يتعلق بمشروع القمر الصناعي مصر سات 2 بمساعدة الصين قال السفير ليعو إن مصر هي أول دولة تقدم لها الصين مشاريع تعاون دولية في مجال الأقمر الصناعية في الخارج وأول دولة تكمل اختبارات خارجية واسعة نطاق الأقمر الصناعية ذات النجم الواحد واستكون أيضا أول دولة لهذه قدرة تجميع ودمج واختبار كامل للأقمر الصناعية في البلدان الإفريقية ساعدت الحكومة الصينية مصر في تسليم نموذج الأولي للقمر الصناعي مصر السات 2 بنجاحة ما ساعد مصر على تحقيق هلمها الفضائية وقال السفير ليعو إنه في سبتمبر 2022 تم إطلاق المشروع التجريبي للتعليم الصيني في المدارس المتوسطة المصرية ما يمثل دخول تدريس اللغة الصينية في نظام التعليم الوطني المصري بالإضافة إلى ذلك تجري الصين ومصر أكثر من 100 نشاط للتبادل الثقافي والسياحي كل عام ما ينقل الثقافي الصينية التقليدية إلى منادل المصريين العاديين على مدار السابع والسيطين عام الماضي اكتسبت الصداقة التقليدية بين الصين ومصر التألقا جديدا ما جلب منافع عظيمة لكل البلدين والشعبيهما وقدم مساهمات إيجابية في السلام والاستغرار والرخاء على المستوى الدولي والإقليمي وإن العلاقات الصينية المصرية في العصر الجديد ستفتح مجالا أوسع للتمية وستكتب بالتأكيد فصلا جديدا من التطور ترجمة نانسي قنقر